السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الاثنين 24 تموز يوليو طبعا القمر اليوم موجود في برج الميزان والأجواء شوي فيها نوع من أنواع التوتر وخصوصا مع بداية فترة تراجع الزهرة بيعمل هيك شوية قلق بالجو أو انقلاب النفسية والمزاجية والعواطف والأمور هاي فلازم التزام الهدوء الكامل خلال هذا اليوم القمر زي ما حكينا موجود في برج الميزان والآن موجود في منزلة الغفر وهي منزلة الكنوز والضفر المنعة التفريق المشاكل النفي ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 7 و 31 دقيقة من صباح اليوم الاثنين لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل طبعا القمر بما أنه موجود في برج الميزان معناته اليوم فترة أفضل عاطفيا وجيدة لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجيا لها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميلة الاسترخاء وبيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغير دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك ويمكننا أيضا إقامة حفلة أو عادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التربيع السلبية بين عطارد وبين أورانوس وهاي تأثيرات أولنا من يوم عشرين سبعة ليوم سبعة وعشرين سبعة بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصب علينا إيجاد حل المسائل يما أنه اليوم هاي الزاوية بتجعلنا عصبيي المزاج ومنرتكب الأخطاء ومنتهور وغير مناسب أو غير صالح للشركات لا تعتمدوا على الحدث في هاي الفترة هاي الزاوية بتخلق لدينا أفكار ثورية مخالفة للرأي العام وبتجعلنا عصبيين ومنرتكب الأخطاء وممكن أنه نتهور أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين بلوتو هاي الزاوية تأثيراتها من يوم ثلاثة سبعة ليوم ثلاثين سبعة بتطور أعمال عنف ومواجهات إلها علاقة بالنيران والمعادن وبتعزز التسلط عند البعض وبيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين ابتضع عقبات في طريق نجاحنا وبتسبب أنها عدوات خفية بتزيد من حدة شهوانيتنا وبرضو ممكن نتعرض لبعض الضرر على المستوى الصحي أو بعض الأشخاص يعانوا من أمراض مؤلم شوي أو خطيرة شوي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين المريخ وبين المشتري وهي تأثيراتها من يوم واحد وعشرين سبعة ليوم ثلاثة ثمانية طبعاً هاي الزاوية ذروتها يوم واحد ثمانية الساعة ثمانية وأربعة واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج تخلق جو من التسامح ممكن نتسامح مع من أخطى ويخطئ بحقنا ومنمد يد العن إلهم وبرضو بتدفعنا للتراجع عن خطأ تجلبنا سعادة عاطفية كبيرة تدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين المريخ وبين زحل وهي تأثيراتها من يوم 13 سبعة إلى يوم 28 سبعة بتزداد المواجهات والمشاحنات وأعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة كما إنها بتزيد من عصبيتنا وعلينا تجنب أو علينا تجنب الإنفعال ونتمالك أعصابنا وضبط نفسنا عند التعامل مع الغير ونتجنب المواجهة بيتفاقم أي شعور بالملل وبيتحول لإمتعاد داخلي بينعكس على علاقاتنا مع الغير بتدفعنا للإفراط اللي ممكن يسببنا حوادث أو عمليات جراحية وبيزيد من أنانيتنا وتعنتنا وصرامتنا وممكن يعرضنا لهجومات أو هجوم من الخصوم وهاي الهجوم يكون فتاكي شوي فبدنا نحضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين نبتون وهاي تأثيراتها من يوم 13-7 لأيوم 28-7 بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار بتزيد من قوة الحدث تمنحنا خيال خصب ومثالية وإلهام ومواهب فنية والميل للأحلام وقوة الحدث وبرضو بتجعلنا نشعر بالطمأنين الداخلية وبتخلق لنا ظروف مناسبة للعمل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديث إيجابية بين نبتون وبين بلوتو وهاي زاوية منفصلة تأثيراتها من يوم 28-6 ليوم 12 طبعا بالنسبة لهذه الزاوية كلنا أنها هي بتسبب عودة وضعية قديمة بترجع بتظهر على الساحة بتدعم من وضعنا أكثر فأكثر فممكن تكون على شكل شخص أو موضوع أو علاقة أو ملف أو قضية أما بالنسبة للزوايا اللي اليوم مؤثرة طبعا اليوم هي زوايا من الأحد يعني مؤثرة وفي زوايا من بكرة الثلاثة اليوم ما في زوايا مع القمر مباشرة فعشان هيك أغلب الوقت رح يكون القمر اللي إحنا منسميه القمر المحترق يعني ما بشكل زوايا نهائيا لا متصلة ولا منفصلة ولا أي إشي في ساعات معينة بتيجي من ساعات الصباح لغاية ساعات ما بعد الظهر ولكن الزوايا المباشرة اللي موجودة هي زاوية التزديث الإيجابية بين القمر وبين الشمس اللي كانت صباح يوم الأحد مؤثرة لغاية ساعات تقريبا منتصف هاي الليل اللي هي الأحد على الاثنين بعدين منبلش في زوايا القمر اللي هي فترة القمر المحترق بالنسبة لزاوية التزديث هاي بظل إنها بتعطينا أنه منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا بنطلق المساندة أو الدعم من الأصدقاء بنتجه لتغليب العقل و بنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن و الثقة بالنفس والنجاح في العلاقات العاطفية فأقولنا أنه من منتصف الليل بتبدأ فترة القمر المحترق بتظل هاي الزاوية مؤثرة لغاية تقريبا ساعات الظهر فهاي الفترة اللي بصير فيها نوع من أنواع الضياع عند الأشخاص عدم التركيز فوضى بالمشاعر فوضى بالأحاسيس ممكن حزن ممكن تذكر مواقف قديمة ممكن تتحسس من أي تصرف فبتكونوا حذرين والتزموا الهدوء من ساعات العصر بتبدأ تأثيرات زاوية التزديس الإيجابية بين القمر وبين عطارد بالنسبة لزاوية التزديس الإيجابية بين القمر وبين عطارد رح تبدأ الساعة 6.39 دقيقة من مساء يوم الثلاثاء ولكن بتبدأ تأثيراتها من عصر يوم الاثنين وبتستمر لما بعد فعشان هيك من ساعات العصر تبدأ تأثيرات هاي الزاوية بتأجج العاطف في اتجاه الجنس الآخر بالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم تعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطائهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جداً يعني الحذر رح يكون من منتصف الليل ولغاية ساعات الظهر تقريباً هاي الفترة فترة حساسة جداً ضبط العصاب مطلوب حساسيتنا بتكون في أوجهة نتمالك أعصابنا ما نفتح مواضيع ولا نقاشات ولا حدية ولا مشاكل ولا أي شيء بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا الكلة والحالب والمثانة البولية اللي أورد الجلد كعضول اللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزايد الدودية طبعاً يوصى بإجراء العمليات الجراحية لجميع أعضاء الجسم دون هاي الأعضاء اللي أنا ذكرتها كعمليات كبرى عمليات صغرى ما في أي مشكلة تنظير فحصات مراجعات طبية أمور هاي كلها ما فيها أي مشكلة ولكن عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء أنا ما بنصح فيها أما بالنسبة لعمليات التجميل فطبعاً عمليات التجميل أنا الآن بحكينها لا تصلح عمليات التجميل لا حق ولا جراحة ولا غيره لأنه بدأنا في تأثيرات تراجع الزهرة فما بنصح في هاي الأمور وأيضاً لا يصلح هذا اليوم لزالة الشعر الزائد بالليزر بالطرق التقليدية عادي ما في أي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم سيكون عصر الغد ثلاثاء ببدأ الساعة ثلاثة وأربع دقائق عصراً وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وخمس وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر ويستقر بعدها في برج العقرب أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره سبع أيام في تمام الساعة ثمانية واثنين وثلاثين دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش بصير عمره ثمان أيام نسبة الإضاءة واحد وأربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم ثلاث وعشرين ثمانية سعيد بنسبة خمس واربعين في المية القمر في الميزان حتى يوم خمس وعشرين سبعة يعني نقدر نقول أنه سعيد الآن هو بنسبة خمسطعش في المية في ساعات العصر ترتفع نسبة السعادة إلى ثلاثين في المية عطارد في الأسد حتى يوم ثمانية وعشرين سبعة بعد подготовطنا للعذراء سعيد بنسبة ثلاثين في المية الزهرة في الأسد بيتراجع حتى يوم 4-9 هو الآن منتحس بنسبة 100% في ساعة الصباح بصير منتحس بنسبة 60% المريخ في العذرة حتى يوم 27-8 سعيد بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 منتحس بنسبة 15% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 30% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعاً يا ريت اللي وصل معنا لهون وما حطش اللايك أو الدسلايك أو الكومنت أو الشير أو المير أو الفير أو اللعب بشعراته أو عمل أي شغلة ينزل يكبس على هالكبسات تحت الدندلو على قولت الأردنية والفلسطينية الدندلو تحت وكبسوا على الكبسات الله يرضى عليكم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً هذا اليوم ما بيشير القمر لا على تفاهم ولا على هدوء ولا على ود فممكن تتعقد الأمور أو تطرأ بعض البلبلة فبتكون تعلجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية ماشي الأجواء جيدة هو مقابلك تماماً طاقتك ضعيفة ولكن على مستوى الشراكة تعزيز الشراكة أو المصالحة أو المقاربة ما بينك وبين الشركاء شركاء العمل أو العاطفة جيد ولكن بهدوء أعصاب إذا كتناقش أي سوء تفاهم بموضوعية اتحاضروا القطيعة والدعاوى القانونية وخصمكم اليوم قوي لا تستهينوا وبرضو العرقيل ممكن أنها تستفزك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بيتراكم العمل لديكم اليوم تركيز كله على العمل عندك مسؤوليات عندك اهتمامات بالعمل أو زملائك بالعمل أو عمل جديد أو الأمور اللي إلها علاقة بالعمل بكل المجالات حتى لو كنت ستة أو كنت ست بيت مش كنت ست بيت أو في كلها صارت كلها كنت ولا كنت ست بيت ممكن يتراكم عندك بعض الأمور بالعمل المنزلي فهذا الشيء يعمل لك نوع من أنواع التوتر فعشان هيك ممكن يكون في بعض التعاون ما بينك وبين بعض الزملاء مارسوا نشاط بدني للمحافظة على لاياقتكم تزامن الواجبات وبتصعب وممكن تضطر للعمل وقت إضافي أهم شيء تحاذروا من المشاكل الصحية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بتشتد رغبتكم وتنشطه اليوم على المستوى العاطفي فعشان هيك تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بتفيدك الاتصالات واللقاءات أهمش أنك تلطف الأجواء وتحاول أنك تترجع العلاقات العاطفية أو علاقتك مع الأحبة أو مع الأبناء لطبيعتها بتنال ما بترغب وبتنتصر على كل الاعتبارات وممكن تحل مسائل عالقة أو كانت مستحيلة فترة إيجابية ولكن إذا عصبت أو احتديت أو مزاجك تقلب المزاج سيطر عليك عادي جدا بتعمل مشاكل إلها أول ما إلها آخر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم اليوم التركيز كله على البيت وعلى العائلة وأمور إلها علاقة بالعقارات أو العلاقة بالسكن أو قضية عائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع أفراد العائلة أهم شيء تتجنبوا توبيخ الأحبة أو لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية أو شخصية حاولوا أنك وتواجهوا الأمر الواقع بمنطق وحاولوا إيجاد تسويات تحمي حقوقكم لا تفرض رأيك فترة مناسبة للأمور اللي إلها علاقة بالتقارب العائلة أو النقاشات البسيطة اللي يعني شوي مش مزعجة واللي ما تسبب لك نوع من أنواع المواجهات برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنشطه في الدراسة والسفر والاتصالات والحوارات والنقاشات اليوم والامتحانات أو مقابلات كلها هاي أجواء مفتوحة على حسب أنت شو بتشتغل بوسعكم اجتياز امتحان بإمكانكم تعززوا العلاقة مع أخ أو جار أو حتى مع الأحبة بتكثر النشاطات على حسب حقل اختصاصك بتكون لك لقاءات عديدة باستطاعتك الدفاع عن حقك والتعبير بأضوح وصراحة عن مواقفك أهم إشي إنك ما تتردد بالتحرك ولكن برضو بدك تنتبه من حدية المزاج تقلب المزاج المواجهات اللي ممكن تيجي وتستفزك فأضبط أعصابك برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا اليوم بيحمل فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيكون على الأغلب من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهم شي إنه ما تتهربوا من تقديم المساعدة لقريب أو حبيب وبرضو لا تبالغوا بمصاريفكم بدك تكونوا معتدلين موضوعيين في النقاش والمساومة ممكن تهتموا لبعض الأمور المالية أو الاستشفائية ولكن زي ما ذكرت انتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع وما في داعي للمجازفات المالية بمشاريع هاي صفقة هاي صفقة هاي مضاربة مالية دير بالك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيدلكم ثقتكم بأنفسكم وبتنجحوا بالدفع أو بالدفع بمصالحكم شعبيتكم في تصاعد بتستعيد حماستك بتنهمك بإدخال تعديلات أو تغييرات على روتينك أو على مظهرك ابتقوا نسبة النجاح عندك بشكل كبير وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك ولكن ولكن انت اليوم ملفت للانتباه بالنسبة للجنس الآخر وممكن يكون في عندك نقاشات عاطفية أو حوارات مع الأحبة ولكن بدون عصبية ولا تخلي مزاجك يسيطر عليه برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا القمر موجود في بيت المتاعب عشان هيك يعني بدك تنسى لغاية بكرة ما بعد العصر لتتحسن الأمور فاليوم بتتراجع صحتكم وبينتابكم شعور بالتعب أو الملل حاولوا انكم تخلدوا للراحة حاولوا فقط إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل لا توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد هاي فترة فارغة من الحظ حللوا الأمور بهدوء وابتعدوا عن الأضواء ولا تقرروا على شيء عشان ما تخيب آمالكم وحاذروا من البلبلة والالتباسات قدر الإمكان اليوم اعمل بشكل روتيني وما تبادر بأي شيء لأنه رح يسجل ضدك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بادر لملاقات الآخرين في منتصف الطريق الأجواء الاجتماعية ممتازة جدا 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 وممكن من خلال معارفك أو أصدقائك أو معارفك يعني أنك تحل بعض المسائل أو يكونوا وسطة لإلك أو يدعموك باتجاه معين اليوم بيطمئن بالك لأنه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك لا تستسلم بل كرر المحاولات برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هذا اليوم يعني جيد للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تغيير على طبيعة عملهم وبينتبهلكم المسؤولون عنكم وبيقدروا جهودكم تسلط عليك الأضواء اليوم في أي شيء له علاقة بالسمعة ممكن أنه يكون في يعني هيك ثناء أو شكر لا إلك أو تقدير لجهودك ولكن بدك تنتبه ما تشوه سمعتك بتصرفاتك تخضع لعدة تجارب مهمة أهمش أنك ما تضعف وما تجازف بسمعتك وحاول أنك تقوم بواجباتك على أحسن ما يمكن وقدم أفضل المستطاع هذا اليوم بيحمل بعض القلق والتوتر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم تنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وهذا اليوم مناسب لا إجراء مقابلة أو اجتياز امتحان بعض موليد برج الدلو ممكن يبدأوا عمل أو دراسة جديدة بتبقي إمكانكم تناقشوا أي موضوع بقوة وذكاء ولكن حاول أنك ما تفرض رأيك بعصبية وحدية وأمور بدون نقاش وحوار ممكن تتجرأ اليوم على رفض أي شيء ما بناسبك أهمش أنك ما تخشى شيء بل ثق بنفسك أكثر هاي فترة مناسبة لخوط تجربة جديدة وبعض موليد برج الدلو ممكن يكون عندهم سفر برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن أهم شيء أنه ما تهملوا صحتكم صحيح اليوم ممكن يكون لك اهتمام بنك ضريبة تأمين ديون فوتير مطالبة بحقوق لا إلك ولكن ما تغامر مغامرات مالية غير مدروسة الأجواء أكثر إيجابية اليوم وتجاوبا معك من الفترة الماضية بتلاقي أعمالك صدى طيب أهم شنك ما تتكاسل بل سارع للعمل دون مماطلة ودون أعدار طبعا اللي وصل معنا لهون ما حطش لايك أو ديس لايك أو كومنت أو شير أو الدندل كبس على الكبسات اللي تحت وأكيد كبستين التشكرات والتبرع والدعم ما حدا يكبس عليهم ماشي بس كبسونا الله يعطيكم العافية بس لايك يا جماعة الخير لايك نشحد منكم يعني لله يا جماعة الخير مشان الله مشان الله عط لايك عط لايك والله والله بدعي لك بدعي لك بس حط لايك انت اسمع الله يجوزك الله يجوزك الله يسر عليكم الله يعطيكم مش هيك وحبول لاد حطوا لايك يلا ماشي هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء